وارجعنا لكم من جديد مع حلقة اخرى من حلقات التدريب لاستعداد الاقتبارات قدرات الجامعيين وصلنا الان الى الحلقة الثالثة من القسم اللفظي مهارة التناظر اللفظي مع السؤال السابع والعشرون بيقول هنا متعرج ممر طبعا العلاقة هنا هي علاقة صفة يعني هذا الممر ممكن يكون مستوي مستقيم او متعرج فهذه تعتبر صفة مميزة للشيء اللي هو بيتكلم عنه اللي هو الممر يبقى الممر هنا صفة انه هو متعرج هل المجرى صفة اللي هو نهر لا طبعا هل التعبير ممكن صفة من صفاته ان يكون معقد ايوة كلام صحيح ممكن يكون تعبير بشكل بسيط او شكل معقد فهذه صفة مميزة على طول اخد باء دون الرجوع الى باقي الخيارات وقفوا الفيديو ثواني وحلوا معي السؤال الثامن والعشرون بيقول هنا قطع قصفة طبعا القطع هنا والقصف القصف هنا كأنه برضو قطع دون تكسير فالتنين هنا تعتبر علاقة ايش علاقة طراضف هل قصف قصد لا مختلفين طبعا ليست علاقة طراضف خير شر علاقة طضاد نام قامة مفيش علاقة بين هدول ممكن يكون برضو اهتضاد بس عكس نام استيقظ اكيد الجواب الان هيكون دال فصلة وفصمة هنا طبعا بمعنى الفصل وهنا بمعنى الفصل برضو دون قطع فالجواب هيكون دال مع السؤال التاسع والعشرون بيقول هنا مؤثر اثر المؤثر هي اسم المفعول من اثرة فمن في الخيارات اللي بيتناسب مع مقدمة السؤال هنا نفس العلاقة هل شمس قمر هذه العلاقة التتالي ليست نفس العلاقة كوكب كرة هنا طبعا الصفة او الشكل هنا دمغ وختمة هنا طبعا هنا تكون فعلا نفس العلاقة لان هنا يعتبر نفس العلاقة الموجودة في السؤال المؤثر والاثر الاثر هنا اللي هو الشيء اللي بيتركه هذا المؤثر وبرضو الختم هنا هو الدمغ والختم الاثنين يعتبروا نفس التأثير ان دمغت على شيء فانا ختمت عليه فالعلاقة الصحيحة هنا هتكون جيم مع السؤال الثلاثون بيقول هنا قراءة وعي طبعا هنا القراءة تؤدي الى وعي وإدراك وفهم فهذه ممكن تؤدي علاقة تؤدي الى هل الجتهاد يؤدي الى إنجاز كلام صحيح إذا الواحد اجتهد فيه شغلة معينة أو مشروع معين أو مذكرة معينة فإنه بينجز هذا الشيء فهنا فعلا أكيد ألف الجواب الصحيح طبعا نشوفوا كده ثقافة اطلاع لا طبعا لأن الثقافة تحتاج إلى اطلاع دراسة مذاكرة طبعا برضو الدراسة تحتاج إلى مذاكرة لسات نفس العلاقة هنا القراءة تؤدي العلاقة هنا يؤدي الى هل الكتابة تؤدي الى تأليف برضو خطأ عشان كده الجواب الصحيح يكون ألف وقفوا الفيديو ثواني وحلوا هذا السؤال السهل يقول هنا جذب مجاعة إيه العلاقة؟ الجذب إن معناها الأرض الآن ما يجيها مطر وما يجيها أجذبة الأرض يعني ما صار ينزل علىها مطر وما يصير يظهر فيها نباتات فهذا يؤدي الى المجاعة فالجذب يؤدي الى المجاعة هل الكذب يؤدي الى الإفك؟ الإفك طبعا هو الافتراء والكذب فليست نفس العلاقة علاقة يؤدي الى الفقر يؤدي الى صحة ليست هذه العلاقة الصحيحة الفقر لا يؤدي الى صحة بالعكس قد يؤدي الى مرض الانفجار يؤدي الى ضغط هذه معكوسة الضغط هو الذي يؤدي الى انفجار لكن الطفان يؤدي الى إيه؟ دائما الطفان يؤدي الى غرق كما تشاهده في الأيام السابقة كان فيه طفان وفيه سيول في بعض البلدان فهذا أدى الى غرق المركبات وغرق الناس وغرق البيوت دا للجواب الصحيح مع السؤال الثاني والثلاثون بيقول هنا كتابة قلم القلم هو الأداة التي صنعت للكتابة تمام ريشا رتسام طبعا العلاقة هنا غير صحيحة لو كانت معكوسة كنت ممكن أفكر فيها هل هنا تفكير مخ يعني المخ خلق وصنع للتفكير كلام صحيح الله سبحانه وتعالى جعل التفكير في المخ والمخ هذا هو وسيلة التفكير فعلى طول أخطار باء دا لتصلح لكنها معكوسة تمام لو قال هنا نظر عين كنت قلت العين هي قلقت للنظر والمشاهدة لكن هذه معكوسة وبرضو هذه خاطئة وقفوا في الفيديو ثواني وحلوا هذا السؤال المهم والمتكرر بيقول هنا أحمر قاني ايه القاني القاني هو الأحمر شديد الحمرة يعني هذه صفة مميزة وقوية هل الجواب أصفر فاقع ولا أبيض صافن ولا أزرق باهت ولا أسود فاتح تعالوا مع بعض كده نشوف الصفات الألوان ونختار الجواب الصحيح دا ملخص سريع لصفات الأشياء دائما لما نقوله الأصفر نقوله عليه أصفر ايه؟ أصفر فاقع الأخضر قد نقول عليه أن هذه المزروعات خضراء ناظرة الأخضر ناظر أو يانع الأبيض دائما نقول أبيض أبيض إيه؟ المؤثر شهرة أبيض ناصع والأحمر أحمر قاني القاني هو شديد الحمرة أسود أسود حالك أو قاتم أزرق أزرق صافي مثل السماء سرقاء صافية فهذه الصفات للألوان فلو جاء الأحمر قاني هذه الشفاء الشديدة للون الأحمر والمميزة فعلى طول أخطار أصفر فاقع لو كان جاء الأبيض ناصع كنت خدتها أحذف باء وأزرق صافي كنت خدت الأزرق وأسود حالك لكن أسود فاتح لا ألف الجواب الصحيح السؤال الرابع والثلاثون بيقول هنا عطس حمد الواحد لما يعطس يستوجب لا بد أن تحمد الله والعطس هذا اللي هو خروج الهواء بشدة ومع الرزاز من داخل الأنف يبقى العطس يستوجب الحمد تحمد الله سبحانه وتعالى أن تهرك من هذه المكروبات اللي خرجت من هذا الهواء مع هذا الهواء والذنب برضو يستوجب الايه يستوجب الاستغفار على طول خد ألف وامشي على طول مع هذا السؤال القوي واللي كثير من الطلاب سألوني فيه بيقول هنا مهندس خريطة طبعا المهندس هنا بيستخدم بيستخدم الخريطة لإنجاز عمله تمام؟ هذه من وظيفة المهندس أنه هو ينفذ العمل والرسومات بناء على الخرايط المعينة هل نفس العلاقة خبز خباس الخباس هو اللي بيصنع الخبز تمام؟ حتى تلاحظ هنا المهندس جاء في الأول الخباس في الثاني هذه خطأ قضية قاضية برضو هذه معكوسة وهنا صائغ ذهب وهنا بايع سلعة هنا بقى فكر في باء وفكر في دال بعد ما استبعد تألف وجيم عند الحين خيارين الآن بس خلي بالكم الصائغ هو اللي بيصنع الذهب لكن المهندس لا يصنع الخريطة إنما بيستخدمها بيستخدمها لإنجاز العمل والمهمة وكمان الباع الباع لا يصنع السلعة ولكن بيشتغل فيها يبيع ويشتري فيها فعشان كده الجواب الأقوى هيكون دال مع هذا السؤال المتكرر وفي سؤال رضيف له بيقول هنا سواك أسنان السواك هو هذا العود اللي بننظف به الأسنان ماء يد هو ما قالتش هنا هنا يخلي بالكم ماء هو قد يخسر اليد لكن لا ينظفها علاج عين برضو خطأ صابون أو ساخ أكيد هذه لأن الصابون هو اللي بيزيل الإيش الأوساخ وممحا خطأ برضو هذه برضو جريبة من الجواب الصحيح لكن الجواب الأقوى هو جيم للعلم السؤال هذا جاء مرة ثانية وفي اختبارات المحوسب لطلاب القدرات الثانوي ويمكن يجيب قدرات الجامعيين جاء سواك أسنان وكان الجواب الصحيح كان عدسة عين كان عدسة عين بحيث أن السواك ينظف الأسنان ويطهرها ويقويها وكمان العدسة بتقوي رؤية العين وتزين الإبصار فكان هذا جواب آخر هذا الخيار مش موجود عندنا فعشان كده احنا خدنا صابون أو ساخ نقف الفيديو الثواني وحل السؤال السابع والثلاثون بيقول هنا ثوب نسج الثوب يحتاج إلى نسج هنا كاتب فتل حبل الحبل يتكون مجموعة من الخيوط أو الفتل فهذه لا القمح يحتاج إلى ايه القمح يحتاج إلى طحن فعلا با ان شاء الله تكون الجواب الصحيح اللقاح يحتاج إلى بذرة ليست لها علاقة بالموضوع إبرة خياطة الإبرة تستخدم الخياطة الجواب الصحيح الثوب يحتاج إلى نسج والقمح يحتاج إلى طحن با الجواب الصحيح مع السؤال التاسع والثلاثون بيقول هنا لطم كث اللطم بيكون بالكفوف والرجم بيكون بالحجر هل ممكن يكون هنا صفع خد بس الخد هذا ما بيسوي الصفع هو اليد اللي تسوي الصفع فهذه خطأ لكم قبضة اللكم هذا يكون باليد فبرضه جيم خطأ هذه ممكن تكون صحيحة لو هي معكوسة لو قال هنا طعن وهنا رمح يبقى هنا ايه يبقى الرمح يؤدي الى ايه طعن لكن الجواب الصحيح ان اللطم بيكون بالكف والرجم بيكون بالحجر الجواب الصحيح مع السؤال الاربعون سؤال رضيف للسؤال السابق بيقول هنا لطم كف هل هو صفع خد ولا متح لسان ولا طعن رمح ولا رمي صخرة زي ما احنا قلنا هذه الاجابة الصحيحة لانه يضبطها الان اللطم يكون بالكف والطعن يكون بالرمح هنا جيم الجواب الصحيح مع السؤال الحادي والاربعون قطع شجر القطع طبعا هو ازالة الشجرة كاملة من على الارض تقليم اظافر اه ممكن تصلح ايه ممكن تصلح بس خلي بالكم التقليم مش انك بتشيل كل الاظافر فقط ان انت بتقلم الاظافر يعني تقطع الجزء للزايد من هذه الاذفر فالف خطر قص ورق ايه وقص انك بتقطع الورقة خلاص واذا قصت الورقة لا يمكن انها ترجع مرة ثانية تمام مثل الشجرة اذا ايه اذا قطعت فالجواب الصحيح ان شاء الله يكون باء طب تعالي نشوف جيم كده خشب باب الباب يصنع من الخشب ليست نفس العلاقة حصاد عشب هو العشب لا يحتاج لحصاد الحصاد هذا للقمح والمزرعات اللي فيها الثمار وفيها حبوب فبرده كمان ده الخطأ مع هذا السؤال القوي بيقول هنا فلاح بائع ايه العلاقة بين الفلاح والبائع الفلاح هو ينتج لنا الحبوب والبقول والخذروات ويوضحها في السوق ويبيعها البائع طب هل هذه هنا القاضي المجرم لا طبعا هذه خطأ الكاتب المجلة برضو خطأ المؤلف الناشر برضو خطأ الراعي الجزار خلي بالكم الراعي هذا انه هو يربي الماشية ويربي الابل والاغنام ويجاهزها المين ويجاهزها للجزار ياخدها الجزار ويذبحها للاستفادة منها بعد ذلك يبا هي نفس العلاقة هنا الفلاح يزرع لنا المزرعات ويبيعها البائع والراعي يربي لنا الماشية والاغنام والبقر والابل ويذبحها الجزار ده الجواب الصحيح السؤال الثالث والاربعون بيقول هنا قهوة بن القهوة تصنع من الايش من البن يبا هذا جزء من كل تعليم تنمية لا طبعا التعليم يؤدي الى تنمية ليس جزء من كل خبز مخبز الخبز احنا نجيبه من المخبز علم معلومات اعلم هو الجزء المعلومات هي الكل العلم من المعلومات كده جيم ان شاء الله الجواب الصحيح التعليم بيتم في المدرسة ليس هذا جزء من كل ولكن مكان التعليم بيكون في المدرسة جيم الجواب الصحيح مع هذا السؤال السهل السؤال الرابع والاربعون بقول هنا فروسية ميدان انا حابب الآن نتعلم الفروسية وركوب الخيل يبا لابد اروح وين الميدان هذا مكان السباق وتعلم الفروسية مثل السباحة السباحة في المزبح يبقى الفروسية والتصابق في الميدان والسباحة في المزبح ألف الجواب الصحيح طبعا هنا با معكوسة ما تصلح وتربية وتعليم هذول اعتبر هنا فيهم جزء من التراضف حراسة شرطة الشرطة تقوم بالحراسة ليست نفس العلاقة في مقدمة السؤال الفروسية والسباقات تتم في الميدان والسباحة تتم في المزبح نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات التدريب للاستعداد لاختبار قدرات الجامعيين من هذا الكتاب المهم المتميز في قدرات الجامعيين شكرا والسلام عليكم